موسيقى يا صباح السحة والخير والجمال والشمس ايطال عمى معرحة البل يا صباح السحة والخير والجمال والشمس ايطال عمى معرحة البل صباح الخير مشاهدين اهلا بكم يوم جديد وحلقة جديدة وصباح السحة والجمال النهاردة يوم الاثنين 27 يناير 2020 واثنين من جماد الاخر 1441 كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير والشعب المصري كله بخير بمناسبة عيد الشرطة 68 يا ربي دايما نكون بنا تسامح وحب وسلام وكمان كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة 25 يناير بمرور 9 سنين على ثورة 25 يناير يا ربي دايما مصر ربنا حافظها وحرسها بكل السلام والحب دايما يكون بنا مشاهدين طبعا احنا نتكلم النهاردة في موضوع مهم جدا من كتر الامراض بتتشابه الاعراض فالعالم كله بيكلم عن فيروس كورونا ايه هو فيروس كورونا ومن اين ظهر ومتى ظهر وايه هي اعراضه وايه هي اسبابه وطبعا في الصين انتشر بطريقة فضيعة جدا والمشكلة انه هو بالعدوى بتنتقل بطريقة بسرعة عايزين نعرف الاسباب عايزين نعرف الاعراض عشان طبعا كل دولة بتعمل احتياطاتها الوقائية من هذا الفيروس الفيروس طبعا مشكلته ان احنا مش عارفين بيجي من ايه ولا هي الالاج بتاعه لسه ما اكتشفوش اي عقاكر لي او اي لقاح لهذا الفيروس هل هو من عائلة الكورونا هل هو فيروس يجب انه جدد من العقارات اللي احنا متعودين عليها لو في اي فيروس انتشر طبعا كل فيروس بيجي بمشكله ومشكلة كمان ان احنا مش عارفين جي منين ده اللي هنعرفه النهاردة مشاهدينا مع بعض وكمان ايه هي الاجراءات الوقائية اللي ممكن مصر تتخذها لتصدي هذا الفيروس فيروس كورونا تعالوا نعرف معلومات كثيرة جدا عن فيروس الكورونا مع الدكتور محمد سمير عنطر استشاري الحميات والكبت مشاهدينا هنروح لفاصل ونرجع نستقبل ضفنة ونكمل حوارنا يا صباح السحة والخير والجمال والشام سيطال عمام مع رحتي صباح السحة والخير والجمال والشام سيطال عمام مع رحتي وارجعنا لكم مشاهدينا ولسه مكملين معاكم وصباح السحة والجمال وابنتكلم النهاردة عن فيروس الكورونا الجديد ايه هي اسبابه اعراضه هل هو من عائلة الكورونا فيروس الكورونا اللي اتكلمنا عنه قبل كده تعالوا نعرف النهاردة مع بعض مع الدكتور محمد سمير عنطر استشاري الحميات والكبت صباح الخير يا دكتور محمد صباح النور يا أستاذة أهلا وسهلا بك شرفتنا حضرتك ضيف الصحة والجمال ودايما بتتواجد معنا في المشاكل الكبيرة طبعا يا دكتور محمد فيروس الكورونا للأسف استعدادات كثيرة جدا على مستوى العالم بيهدد فعلا هذا الفيروس ملايين من البشر على مستوى العالم حضرتك تعرف المشاهدين في البداية ايه هو فيروس الكورونا صباح الخير جميعا وكل سنة طيبين وتمنى ان شاء الله الصحة والسعادة والصحة والجمال لكل مشاهدين هو طبعا الموضوع الساعة زي بقالت الأستاذ عشرين اللي هو موضوع بيروس كورونا اللي بقالنا حوالي اسبوع وعشر تيام دخلين فيه يعني نوع من القلق والهلع يمكن زيادة عن اللزوم شوية او بشكل كبير خصوصا ان هو بيجتاح العالم كله تدريجيا هو طبعا احنا عارفين ان هو في موسم الشتاء مع تغيير الجو والبرودة بيبقى فيه انتشار كسيف لأمراض الجهاز التنفسي اللي احنا بنعاني منها دايما في مصر ودايما بنشتغل عليها كأطباء مع كل دخول لتغيير للموضوع بردة وطبعا عايشين فيها بشكل عادي على اعتبار انها نزلات بردة او انفلوانزة عادية او التهبات حلق وزور او اللوز او جيوب الانفية دكتور او الكحة والصداع وتكسير الجسم والقصة دي كلها القصة دي خدت اسمه دلوقتي في جزء معين من العالم اللي هو شرق العالم وخصوصا الصين والمناطق اللي حواليها ودي ممكن اكتر دول في العالم فيها لنسبة اصابة دلوقتي من فيروس لطبيعة خاصة وفي نفس الوقت دي اسمه خاص لغاية دلوقتي هو اسمه طبعا اسمه كورونا ليه؟ انه ده اسمه كده من المجموعة سلالة الكورونا اللي هم حوالي خمس انواع وكان بدأت القصة دي من حوالي اعتقد سنتين او اكتر في الجزيرة العربية في شرقها بالذات وكانوا قالوا انها من الجمال ومش الجمال وكلام من ده وابطلت يكون فيه ترصد لها وابطلت الامور تبقى اهدى كثيرا جدا 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 والسابت انه فيروس لغاية دلوقتي سريع الانتشار زي اي ما فيروس انفلونزا دي سريع الانتشار يا دكتور لانه شرس لأ لانه موجود في الحلق والزور والانف والمنطقة الرزاز بعد البق ديت وعلى اللسان وبالتالي دي اكتر طريقة للاصابة بالمرض او انتقال عدوى من انسان لانسان اللي هي عن طريق الرزاز او عن طريق الفم لانه الفم بيبقى ملوش حدود في ان احنا نحكمه في انه هو ينقل العدوى او يترصده او نعمله احتياطات زي اللي عنده نازلة معاوية مثلا بيبقى بياخد ادوية معينة وبيتجنب الناس اللي حواليه ويغسل ايديه وخلاص او يتجنب الاكل الملوس الامراض الجلدية بيتجنب الناس اللي عندهم امراض واضحة وهكذا فيروسات الحلق والزور وما شابها اللي من اول بدأنا في 2003 بحاجة اسمها سارس سميناه سارس وقتها وبعدين بعد كده دخلنا في حاجة اسمها انفروانزا طيور وبرضي الدكتور محمد كان مقره في الصين بالزبط كان شرق اسيا برضو والفيروس الشهير اللي بعده اللي كان اكثر شراسة اللي هو فيروس بتاع انفروانزا الطيور وبعدين بعد كده من حوالي اعتقد حدا سنة تسعة يعني كان بقى ان حوالي حداشر سنة في انفروانزا الخنازير او ما سمي بانفروانزا الخنازير مزبوط كل مجموعات الانفروانزا دي لازم نقول انها سريع الانتشار مش الواحد بذاته ليه لانت عن طريق الحلق الحلق ده بنتقرس ازاي كل واحد ما هو بيبتعد عن التاني وخلاص لا مشه خلاص لان ما يكون المكروب في الفم وانا بحطي ايدي على فمي كده واسلم على اللي قدامي يبقى انتقل المكروب للفم من غير ما ما يكون بينه وبوز او قبلات او رزاز ينتقن مباشرة الاكرة بتاعت الباب بتاع المستشفى اللي بيخشها كل الناس كل واحد بيفتحها ويخشها وكذا دي بيبقى عليها مكروبات اللي خارجة من ايديهم الفوط اللي في البيت بيبنستعملها كلنا فوط الوجه والتنشيف وكلام مين ده ممكن لو بيبنستعملها بصفة جماعية يبقى في الحالة دي برضو هيبقى يكون فيه عندي عدوى لكل الاسر ينتشر مشكلة بطريقة فضيعة هو مش فضيعة هو لازم ينتشر هو لازم ينتشر يعني هو محدش يقول ان فيه فلان عنده أنفلونزا نهارد من كل سنة عارفين انه مع بدأت العام الدراسي الاطفال اللي كانوا يعني ملصمين شوية اثناء الصيف مع الازدحان بتاع الفصول والبصات المزدحمة والطفل اللازق في طفل وبيساعد بياخدوا مثلا زواجات المية من بعض او مناديل من بعض او خده او ديسك نفسه اللي هو بيبقى حط يده عليه بيبقى محمل بالعدوى بالمكروب فعشان كده بنلاقي مع دخول شهر تسعة وعشرة مع دخول المدارس بيبقى فيه هوجة التهابات حلق في الاطفال والطلبة كبير وصغير حتى المدرسين حتى الناس اللي هما صغيرين البصات بتاعتهم الناس اللي بيشتغل في الدادات في المدارس كل الكلام ده كله بيصابوا بيجينا مدرسين وطلبة وعمال وموظفين من المدارس عينين بنفس الصورة فلازم يا دكتور محمد ننديهم التوعية التوعية اللازمة اللي لازم ان هما يتبقوها حتى لو برد عادي تمام طيب من هنا بقى بتتشبه الأعراض يا دكتور محمد فإحنا عايزين نعرف ما فيش أعراض مميزة ما فيش أعراض مميزة عشان بقى عارفين محدش يقول أنا النهاردة عنيح مرت يبقى كورونا النهاردة جالس ضاعي يبقى كورونا النهاردة عندي كحة أنا جالي كورونا أنا شوية ده الجسم يسخن شوية أنا بقيني داخل في كورونا اللي هي الأعراض البرد العادية اللي بتسميها برد إحنا واللي هي بالطبية بتسمى انفروانسا لأن البرد العادي إن المناخيري تبقى شوية تكسير في العضل لكن ما يكونش معاي حرارة خالص خالص اي ارتفاع في درجة الحرارة انتقلت من كلمة نازلت برد لعدوة ميكروبية او فيروسية او بكتيريا في حلق وزوري ومناخيري واحد منهم وفي الحالة دي بيبقى في عندي اللي هي دخول بقى في ان انا محتاج طبيب استشير طبيب اول ما حس ان درجة الحرارة عندي بترتفع اتجه على طول الطبيب بالزبط مع عراض البرد مع عراض اللي احنا عارفينها على انها برد طبعا الكلام ده يعني عالي الاهمية جدا عشان بس ببقاش في زورة للناس كلها بالذات بنركز على انه يكون في الناس اللي هما منعيتهم ضعيفة شوية واحنا عارفينهم الناس كبار السن اللي هم وفوق سن 75 الاطفال اقل من سناتين تلاتة اللي بياخدوا على الكيماوي ربنا يعافيهم اللي عندهم امراض متقدمة من الكبد او الكلا او السكر او القلب دول كلهم بيبقوا محتاجين انه خبطتين في الرأس يوجعوا ماينفعش يكون عندي مريض سكر سكرهم من كل شوية بيرقص ويطلع وينزل واقول انه ده عنده نازل البرد وندينه برشامة وربنا يسهل منكلفته لان ده هيبقى تأخير لان ده منعتهم معوقة لان ده يعتبر زي بنزين ماينفعش حد انه هو يولع سجارة او يدفي سجارة او يجرب الولاعة بتاعته في محطة البنزين ويجربها في اي مكان تاني فده من ناحية الناس اللي هم على درجة عالية منعتهم ضعيفة شوية منكلم عليهم دول الحاجة التانية طيب ناخد تليفون الاستاذ محمد عايز يستفسر عن بيرس الكورونا صباح الخير يا استاذ محمد اهلا بحضرتك صباح الخير وزاعتنا الجميلة صباح الخير يا دكتور وحضرتكم مستر محمد وحضرتك يا دكتور انت تفسر بسيط بس عن فيرة الكورونا احنا بينا ونصفين دلوقتي الاف الاميال عشرة الالاف كمان ايه وممكن انتقال لمصر اه طبعا ده السؤال الاول اه السؤال التاني بقى بعد ازنا حضرتك معلشي انا كنت مصابة قبل كتب فيروسي بس الحمد لله مئة مليون صاحة عام 2017 خلصت الاجراءات والحمد لله خلصت الاعلاج وكذا ايه هل بتحصل انتكاسة ولا اه لا مفيش انتكاسة لكن هو السؤال الاول هم دول في الشرق واحنا في الغرب هم الشرق الادنى واحنا الشرق الاقصى والشرق متوسط هل الكلام ده كله يبقى فيه خوف الصين ما هي بيدي عننا يا دكتور احنا هناخد دماغنا اللي بنتكلم عن الصين ليه واحنا صدقين اه طبعا العالم كله قرية واحدة النهار ده السفر بالطيارات وبالعربيات وبالمراكب وبالحاجات دي كلها متقرب في ساعات بين الادم من مكان لمكان وحمل للمكروب او الفيروس او مريض وده طبعا بيفسر انه فيه عندنا انتقال للفيروس في شرق اسيا كله وجنوب شرق اسيا كلها وكمان معهم كندا وفرنسا والولايات المتحدة الامريكية اللي جاب الشرق للغرب بينهم وبعض النحيط فطبعا هنا الكلام بيبقى فيه نوع من القصص بتاعت انه هم معادي مبقاش فيه حد بيدي على حد خالص دلوقتي والتعرف كده كويس فدي طبعا على طريق وسائل المطارات بس دي الاجراءات المفروض مصر تتعبى تتباحها دكتور المواني والمطارات كلها ان احنا طبعا نتصد هذا الفيروس لانه ممكن يجينا عن طريق المطارات والمواني هيجي بدون اي زعر لانه هو اصله فيروس لغاية دلوقتي ما عندهش صفة الشراسة هو عنده صفة الانتشار يعني ايه الشراسة ويعني الانتشار يعني الفيروسات بتبقى فيها لها كلمتين هل هو قادر على الانتشار بقوة ده جزء وده بيسبب مشكلة يعني والنفسية وعبء حكومي والإعلام ووضح للناس المسألة يعني ان شاء الله بسيطة وفيه بقى الصفة التانية اللي هي انه يكون الفيروس دوت او الميكروب دوت عنده قدرة شديدة جدا على انه هو يأذي البني آدم ازيه ممكن تعمل اعاقة في حياته او تخليه يتوفى يتوفى لا هي الفكرة كلها انه بيبقى فيروس بيسبب مشاكل في الحل والزور وصدرية فبعض الناس زي ما قلنا ونوهنا اللي هم عندهم مناعة معوقة الناس اللي عواجيز الناس اللي كذا كذا الاخ 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 كله معروف اي واحد سحيتهم دعبالة من الاول بياخد دوابه باستمرار بنقول دول عندهم عرضة ان عشان بلعتهم أضعف من غيرهم ان الموضوع يخش في التهاب رئوي وكلمة التهاب رئوي دي بالنسبة للطب عندنا كلمة قاسية جدا ممكن تيجي من التهاب لوز عادي لواحد معوق مناعيا ممكن تيجي من دور انفروانزة عادي لواحد معوق مناعيا انا عندي افدخالتي بياخد دواب معين لعداج الاوران في المعهد بانتظام فده عرضة للغيروس اه وخرج من المعهد بالليل يدور على تاكسي والدجوة تلجأ وفي الجو اليوم دوت الدنيا كان فيه هوا جديد جدا كانوا الحرارة في اسر بلليل حوالي 5 او 4 درجة مئوية او اقل هنا في اكتوبر اه فخد لطشا في صدره ووصل البيت حرارته 40 ومش قادر يتنفس ده خد التهاب رئوي مش من سارتس مش من الكورونا خدت التهاب رئوي انه منعته ضعيفة اه منعته ضعيفة واهمله بسيط فناخد بالنا من الكلام ده طب يتغذوا دكتور المناتهم ضعيفة يعني يحفظوا على نفسهم ويتغذوا كويس وما يخرجوش والاماكن الزحمة الوقاية 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 ان انا اتجع اولا التغذية السليمة التغذية السليمة طبعا ده درها دلوقتي انه بقولكم بيت برطقانة الصبح و بالليل المشروبات السخنة الابتعاد على الاكل التكوي اللي غير معلوم الهوية لانه برضو المكان دي بقولي الحاجات دي من مصادرها الملحوم الملوسة اواء 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 وفي نفس الوقت الابتعاد والتقليل عن التدخين والبقى حاجات الحراءة وكلامين ده والنصيحة الاهم اللي هي ابعد ده عن ده يرتاح ده من ده ابعد عن القبولات ياريت يا دكتور محمد نبطلها خالص احنا مقالنا الوقت ممكن عشر سنين في الميديا نقولي القبولات وفيه ناس كابتتحك وتتارية وتقولي عنها مش هنبوس ونعمل احنا بنجامل كمان بالالربعة وبالخمسة فما ينفعش طبعا ما ينفعش وخصوصا برضو دي الناس المعوقة دي يعني يكونش عندي حفيدي وجاي من برا وانا روح لازق فيه وشايله في خضني وبايسه وانا زوره متنيل سوري في التعبير يعني وحفيدي ده يدهول ويخش في مستشفى ويعاني بسببي حرارة ده موضوع كويس جدا يا دكتور محمد ان احنا ندي توعية المشاهدين فعلا انه هم ما يسلموش بحرارة قوي حاولوا يبقى فيه بينهم وبين بعض المسافة الطبولات ممنوعة المصافحة باليد ينخسط ايدينا بعدها علشان ممكن ايدي اللي قدام مني يكون حطها على انف وهو بيعتص وتتقل للعدوى النظافة الشخصية الاستعمال كل واحد فطر واحده في البيت اللي بتعادى عن الاماكن المزدحمة المزدحمة اللي بيكون فيها واعاد بدون داعي مثلا مطش بيتزاعوا والقهوة من جوة مقفولة عشان يتجوه برد وقاعد في القهوة اربعين خمسين واحد في مكان لا يتسع الا العشرة طيب الاستاذ محمد طبعا يا دكتور محمد بيقول ان هو كان عنده فيروس وخد علاجه فهل حضرتك ده تصنفوا من مناعتهم ضعيفة ياخد باله برده من ايدي لا مش للدرجاتي ربنا يا عفيه لانه لو قلنا ان مناعتهم ضعيفة احنا اللي بحللنا عملنا المشروع القاومي اللي لاج فيروسي ومشروع 100 مليون ساحة والدرجة طبعا يعني انجاز عالمي 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 غير مسبوق هذا الانجاز كان بنعمله انها بنعمل مسح طبي يشامل فيروسي لكل الوطن المصري سيادتك واي واحد زي حلاتي واي حد في الشارع هل كل اللي في الشارع المصري دول معوقين صحيا او عندهم مشاكل صحية لا بالقطع يعني معنا ان فيروسي اصلا فيروس صامت وكانش بيسبب اعراضه انه كانوا هما من الاول رحل الدكاتر لكن لانه هو صامت فبالتالي ما موجوش اعاقة معوجودة الاعاقة بتيجي مع ان يكون الكبد نفسه مش عنده فيروسي لا بيكون لقدر الله في مرض مزمن في الكبد اهلينا زمان كانوا بتعالجوا من بالهاريسيا لغاية لما يموتوا فدي كانت حاجة اسمها مرض مزمن في الكبد اللي عنده تريف كبدي من الكحولات زي الدول اوروبا والنسي مدمنين الكحولات ده اسمه مرض مزمن في الكبد احد دول اللي نقصدهم مش كله انه انا خدت علىك فيروس يبقى الكابب بتاعي ده خلاص بقى يعني ايه ماشي في الشارع مسكه بايدي كده وعماله طبطب عليه والنبي غلبان وقاعد قدام الجامع كل يوم مثلا مطلع ورقة لا انت سليم تماما احسن مني ومسألة انك انت لتعرض لعدوى فيروس كذا او كذا بتتعامل عادي خالص لكن مفيش اي مشكلة وكلمة انتكاسة برضو دي مش واضحة عندنا في الطب بالنسبة لفيروس سي لكن بنقول انه هو العلاج بيكون يعني كورسات بينتهي خلاص انتهى طيب دكتور محمد امتى نقول انه فيروس الكورونا ده وباء يعني كل دلوقتي الدول وكل العالم بيتجه انه يعملوا ليه لقاح او 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 دواء اطلع اولي بس صين التالية تشتغل بجدية في هذا الصين او وزارة الساحة السنية بدأت فعلا تشتغل تماما وده شيء برضو يعني يدينا برضو نوع من المصداقية لان كان من الناس اللي تعال زمان اللي كانت مسكة في الانزل الخرازير او في الانزل القطط والكلام من ده مكان مش صادقين ولا عنده امانة علمية وكان الموضوع فيه نوع من الديبيت كده ونوع من الشغل المتحت الشغل الشياطين والعفاريت فربنا اخدهم كلهم فهنا يعني القصة طبعا اما خايفين من النقطة دي انه هو يكون وباء يعني عاملين يعملوا اطلقهم والعالم كله اعم هو كلمة وباء حددتك اللي هو عدوى او مكروم مرض معدي مرض معدي يعني انتقل بالعدوى في مساحة كبيرة يعني من مش قرية مش مثلا عيلة او مدرسة لا وباء يعني انتشر في مساحة كبيرة اكتر من مدينة ففي الحالة دي اصبح فيه عندي كلمة وباء وباء يعني بياخد كذا مكان بصفة اتساعية اكتر الجائحة بقى اذا كان الاسم ده يعني بيبقى سعب شوية كده وشكله غري وحبتين اللي بيحاولوا يسموها احيانا اللي هو يجتاح العالم كله يعني يخرج من دولة لدولة هو صراحة راح الولايات المتحدة دلوقتي وعذر الثلاثة وكان 56 حالة وفاة في السن دلوقتي بقى 80 فالحالة عمالة تزداد اكتر برضو اقول ان هو كلمة 80 حالة وفاة وتسعين حالة وفاة ومتين حالة وفاة يعني دي برضو هنخطها في الظروف بتاعتنا الظروف بتاعتنا اللي هي لما نيجي بقول دايما ما نقولش ان فيه 80 حالة وفاة ولا 800 ولا 1000 افصص الحالات دي هل الحالات دي من الاول التاريخي الطبي بتاعها هل هي كانت سليمة طبيا ولما جالها المرض ده اللي هو الكورونا اصبح عندها مشاكل صحية في صدرها بصورة قاتلة وماتوا ولا هو من الاول كان راجل مثلا يعني صحيته تعبانة اهم حاجة تاريخ المرض طبعا ومنعته ايه وخاد الالتهاب بتاعه يعني احنا عندنا حوالس العربيات الدائري اكتر من اللي ماتوا في الصين دول بألاف المرضات ربنا يحرص مصر يا دكتور محمد طيب نصيحة بقى المشاهدين لان للأسف الوقت خلص وطبعا هو موضوع كبير وحضرتك تمنت المشاهدين طبعا المهمة التوعية والوقاية شيء مهم جدا احنا في العالم كله بنترسط دلوقتي او مترقب الموضوع بتاع الحالات اللي بتطلع عن طريق المطارات زي ما قالوا استاذنا ازاي بايجي السين جنب مصر في حيث ان هو اي حد ينده اي ارتفاع في الحالة نبدل كده على جنبه يعنون له فحص او ناخد منه عينات غير كده بتفضل تب فيه حالات دكتور محمد لغا دلوقتي مفيش الحمد لله الحاجة التانية انه ده اسمه مشتبه مش يبقى الحالة يعني مش انا نازم المطار نازم المطار عندي حرارة عالية وجم اسوء الحرارة مزي الحرارة لقوني سخن يبقى انا نمرأ واحد كورونا لا ده واحد سخن هنشوفه عنده ايه بات بالتحاليل الناس النظافة الشخصية الملابس السقيلة عدم الاستهتار في الصهر بدون داعي في الجو والبرد الناس اللي بتخرج عشان ظروفها الناس بتوعون نظافة وبتوعون مرور وكلامين دربنا يعينهم في الجو الرهيب ده وكله تقلوا الهدوم شوية وكلوا برتقان الصبح وبالديل واشربوا حاجات سخنة طول النهار يعني فيتمنسي مهمة جدا في القترة دي دكتر محمد البرتقان الطبيعي مش الناس اللي بتاعت المواضي الحفظة ومش الناس اللي بتاعت المواضي الحفظة وعملت تقلب منها لولادها وده جميل ومش عليك ايه تطور معلش بقى ما هو بلد زراعية لكن احنا بيجتحنا منستسهل الستيل الغربي نمط حياة دكتر محمد عايزين نغيره بشكرك جدا بنا خليك انا سايدك يا استاذ توفيه دايما ان شاء الله ان شاء الله معلوماتك القيمة والجميلة بشكرك جدا ان شاء الله يكون لنا لقاء تاني تحت عملك فاني طبعا بنشكر الدكتر محمد سميرة عن تر الاستشاري الحميات والكبد طبعا موضوع مهم وكبير اهم حاجة الوقاية اهم حاجة نمط حياتك كله تغيره من اول وجديد اذا كان اي حد عنده اعراض سخنية او نزلة برد طبعا تفتخوا البيت كل يوم وعلى طول الاولاد تخسل ايديهم بسبب او من غير سبب الازدحام طبعا في الاماكن ممنوع لازم نقلل شوية من خروجتنا ومن اختلطنا بالناس مشاهدين انا اتمنى لكم طبعا الصحة والعافية واشكركم جدا جدا واشوفكم في موضوعات جديدة وحلقات مختلفة وصواح الصحة والجميل موسيقى يا صباح الصحة والخير والجميل والشمس هي طالعما معرحت البل يا صباح الصحة والخير والجميل والشمس هي طالعما معرحت البل يا صباح الصحة والخير والجميل